الملك المفدى الملك المفدى رئيس مجلس الأمناء والتي أسهمت في تطوير أداء المعهد من خلال البرامج والفعاليات والأنشطة التي ينظمها والتي تهدف لترسيخ تجربة البحرين وما حققته من إنجازات في مسيرتها السياسية النابعة من القيم الأصيل لشعب البحرين والترابط الأخوي الذي يجمع بينهما وبفضل وعي وطموح أبناء البحرين المخلصين لهذا الوطن العزيز وقد رفع رئيس مجلس أمناء معهد البحرين لتنمية سياسية السيد علي بن محمد الرميحي باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمناء خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على الثقة الملكية السامية بتعيينهم في مجلس أمناء المعهد الذي يعتبر ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى أيده الله معربا عن بالغ الاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية لمواصلة تطوير أداء معهد البحرين للتنمية السياسية والنهوض بمسيرته في ترسيخ مفاهيم العمل الوطني وإعداد الكوادر السياسية المتميزة مضيفا أنه أطلع جلالة الملك المفدى على خطط وبرامج المعهد الحالية والمستقبلية لخدمة العمل السياسي والديمقراطي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر